كشفت معلومات أمنية مسربة وشهادة عن انخراط قيادات بارزة في صفوف الميليشيات الحوثية بالتهريب من مختلف أنواع البضائع والمواد فضلا عن إدارة عمليات تسريب المبيدات والأسمدة الكيموية المحظورة وأكدت المصادر أن قيادات حوثية بارزة منتمية لمحافظة صعدة تتاجر بعدد كبير من الأسمدة والمبيدات الزراعية المحظورة والتي يتم إدخالها في عمليات تهريب واسعة على مرأة ومسمع مما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى وهو أعلى السلطة في حكومة الميليشيات الحوثية وذكرت المصادر بحسب الإعلام العسكري للقوات المشتركة في الساحل الغربي أن قيادة الحوثيين تقوم بتهريب المبيدات الزراعية المحظورة وتزود الأسواق بها بالمقابل تقوم تلك الميليشيات بمنع كافة التجار من استيراد المبيدات وتوزيعها على الأسواق وقالت المصادر أن الميليشيات تقوم بمصادرة المبيدات الزراعية المحظورة والتي يكون قد تم تهريبها من قبل بعض التجار وذلك في عدد من نقاط التفتيش التبعات لها وتحولها بعدها إلى مخزن قيادتها ثم تقوم هي بالإشراف على بيعها لتجار آخرين فيما قيمتها تذهب لصالح تلك القيادات ووضحت أن قيادات بارزة ورفيعة جدا في صفوف الميليشيات الحوثية هي من تدير عمليات التهريب الواسعة للأسمد والمبيدات الزراعية المحظورة ويشرف على عمليات البيع والتهريب قياديان وهما أبو علي الأسود وأبو جبريل المراني فيما لم يتم التعرف على أسماء بقية القيادات ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر